كتير من الناس بيسفروا وينتقلوا من بلد لبلد بحثا عن العمل والوظيفة ونحو ذلك يا ترى ايه هي السنة في الصفر وافكار الصفر سواء كان المسافر اللي بيقولها او اهل اللي بيقولها له او العكس تابعوا انا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل انسان دعم المحتوى عشان يوصل للاخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر الموجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وانه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرفتو السلام عليكم ورحمة الله عندما يسافر الانسان وينتقل من بلد الى بلد بحثا عن العلم او المال او العمل او نحو ذلك يسن ويستحب له ان يفعل مجموعة من الامور منها ان يودع اهله ويقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع فقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحفظ كل شيء مستودع عنده وايضا يصل ركعتين في بيته ليختم بهما خروجه من البيت اما اهل المسافر فيستحب ويسن لهم ان يقول لا استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى رجلا مسافرا يصيه عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف يعني كلما صعدت الى مكان او وصلت لمكان مرتفع كبر الله سبحانه وتعالى وعندما تنزل لمكان هابط او وادي او نحو ذلك تسبح الله فتقول سبحان الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمسافر قائلا اللهم اطوله البعد وهو عليه السفر ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني اردت السفر فزدني يعني اوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت هذه سنة التعامل مع المسافر كيف نقول له وبماذا ندعو له فاذا وصل المسافر لطائرته او مركبته او سيارته او نحو ذلك وركب فيها يدعو قائلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمقلبون اللهم اننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاه اللهم اننا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل ثم اذا عاد بعد ذلك قال مثل هذا الكلب الضبط ثم زاد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذه سنة المسافر وهذا ما يقوله المسافر لتؤجر على صفرك وتستودع الله عز وجل امانتك ودينك وخواتيم عملك وتتأكد من ان الله سبحانه وتعالى يهون عليك الصفر ويسر لك الطريق ويرافقك الخير حيثما كنت نسأل الله عز وجل ان يوسع لكم الارزاق وان يرزقكم كل خير اللهم امين انا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل انسان دعم المحتوى عشان يوصل للاخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر الموجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وانه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرفتوه اشتركوا في القناة